موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحب الكرام في هذه المداخل والتي سوف نتحدث فيها عن هزة في أركان النظام الجزائري بعد تصريحات أو اعترافات أحمد ويحيى حول سبائك الذهب التي طلقاها من أمراء خليجيين وباعها في السوق السوداء حقيقة أن هذه تعتبر هزة كبيرة والمعلومات التي توفرت لدينا تقول بأنها هناك بالفعل هزة غير معلنة داخل أركان النظام لأنه فتح ملف الهدايا هذا الملف الذي لم يسبق الحديث عنه ولا تم تناوله فكل المسؤولين عسكريين ومدنيين وغيرهم عندما يزورون الدول يطلقون هدايا لا أحد تكلم عن الهدايا التي كان يطلقاها بوتفليقة بعد عزله إلى أين ذهبت ولا تكلم عن الهدايا التي تلقاها الوزراء ولا عن الهدايا التي تلقاها الجنرالات الذين كانوا يزورون عدة الدول ولا حديث عن الهدايا التي تلقاها القناسل والصفراء وما إلى ذلك هذا ملف ملغوم بمعنى الكريم من يعرف أحمد ويحيا سيدرك تماما أن هذا الرجل لا يتكلم عشوائيا وإن تكلم في شيء يكون ضبط أموره مع جهات معينة أو أنه يريد إغراق أطراف أخرى ترى من هي الجهات التي يريد أحمد ويحيا إغراقه يجب أن نتحدث في أمرها كثيرون حللوا من جانب القانون وقالوا بأن قانون مكافحة الفساد اللي يصدر في 2006 وفي المادة 38 أنه يعاقب من تلقى رشوة أو شيء من هذا القبيل بسنتين سجن وأن أو يحيا لجأ إلى هذه الحيلة حتى لا يتهم بطبيض الأموال وما إلى ذلك أو يحيا عنده عدة قضايا أولا الأمر الثاني أن أو يحيا فجر يعني عنده مشاورات مع محامين تاعو أو يحيا يقولون بأنه يتواجد في سجننا في بشار وأكيد لم يقدم على هذا الأمر إلا بعد ما شاء الله عندها فطرة معلومات تتحدث بأن أو يحيا أرسل رسائل إلى عدة جهات منها هذه الجهات استخبارات أرسل رسل حتى شنغريحة وبعث برسائل عن طريق محاميه إلى بعض المسؤولين في الدولة الجزائرية ومن بينها مسؤولين في الرئاسة الذين بلغوا رسائله إلى عبد المجيد تبون هذه الرسائل تطالب بأنه يجب أن يخرج من هذا الغرق يجب أن تتوقف هذه الحملة التي تستهدف وهذه الملفات التي تفتح تباعا وإلا أنه سيغرق الجميع أن أحمد أو يحيا يبتز هذه الجهات ويبتز مسؤولين وربما يبتز حتى عبد المجيد تبون نفسه ويبتز حتى شنغريحة وكثير من المسؤولين لأن لديه المعطيات أحمد أو يحيا ما جاب هذه السبائك الذهب وسنعود إليها هذه السبائك الذهب وباعها بمحظ إرادته أو أنه هو الوحيد هو كل أين الهدايا السؤال الذي يطرع أين الهدايا التي يطلقاها المسؤولون على مدار سنوات طويلة اذهبوا إلى متحف الجيش هل تجدون هدايا جنرالات سابقين ينحطوها في متحف الجيش لماذا لم يخصص متحف حقيقي يقيتاب رئاسة الجمهورية توضع فيه هدايا رئيس الجمهورية والرؤساء السابقين التي قدمت إليهم في متحف ويكون يدخلون الناس بالأموال ويسير يدخل أموال إلى الخزينة العمومية أين هدايا بوتفليقة أين الهدايا عن الرؤساء اللي سبقوه أين هدايا عبد الملك سلال أين هدايا الوزراء ورؤساء الحكومات الآخرين أين وزراء زاروا عدة دول وكذا 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 وترددوا على دول الخليج وأكيد طلقوا هدايا يجب أن نفرق هنا هناك معمول به أن أي وزير أول أو أي مسؤول يزور بلد في زيارة رسمية ويلتقي مع نظيره تقدم له هدايا هذه أمور رمزية تقدم إلى رؤساء الدول والملوك والأمراء هذه أول ترى هل هذه الأمور قدمت لأحمد أويحي كهدايا أم أنه تلقاها كرشوة إذا تلقاها كرشوة إذن ما هو المقابل ماذا قدم إلى هذه الجهات هنا المسألة يجب أن تعالج معالجة مستقلة ربما يصل الأمر فيها إلى الخيانة العظمى على حساب قضايا تتعلق بالجزائر نعم هذا أمر خطير للغاية أما إذا كانت هدايا أعطيت له بصفة وزير الأول راح تدباعها هذا أمر آخر وشفنا نحن نعرف قانون الجمارك أن الناس من المفروض يجيبوا هدايا لا يجبرون على على دير الدكلاراسي الرجل ينزل في طائرة رئاسية ويمر يمر على القاعة الشرفية والحق يمتعوا ولا حد يفتشهم يعطونه هدايا ويجيبهم وداهم باعهم ودار بهم ثروات طائلة وربما رأي أموال أخرى في الخارج الله أعلى وأعلم بها إذن بغض النظر عن هذا الأمر يعني معناها إذا كان دهى هدايا شيء وفي كل الحالات الهدايا من المفروض دهى باسمه منصبه ما يدهى يبيعها في السوق السوداء إذن هناك إنخينت أمانة أو أيضا السوق السوداء يعني أنه وزير أول المفروض يحارب الأسواق السوداء يبيع يبيع ذهب قدم له هدايا في الأسواق السوداء ولكن لا عجب إذا كان السكوار السكوار أصلا الذي تباع فيه العملة السعبة هو أصلا تحت رعاية بعض الأطراف جنرالات ومسؤولين كبار في الدولة هل يعقل أنه الدولة الوحيدة التي تحمي السوق الموازية للعملة الصعبة هي الجزائر كل دول العالم عندما تمشي لها تلقى فيها الناس الناس اللي يبيعوا العملة معتمدين وفق القوانين يدفعوا الضرائب كذا 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 ما تلقاش حتى الناس إذا تبعت التحت التحت إذا ميسكو يصادروا لهم الأموال ويحاسبوا ولكن في الجزائر السكوار خطوطين على جيسانتا الشرطة خطوطين عن مجلس الشعبي الوطني خطوطين على كثير من الإدارات ووزارات ويتباع في وضح النهار الناس واقفة يجي يحط الدراهم يدي الدراهم أخرى ولا حد يتجرأ يمس هذا السوق هيا إذا كان الجزائر أصلا تحارب في الفساد تحارب هذا هذا روض دمر الاقتصاد الوطني سوق موازية العملة الصعبة وعندها سعر في البنوك وعندها سعر آخر في السوق الموازية السوق الموازية دمرت الاقتصاد الوطني دمرت قيمة العملة الجزائرية من المفروض تتخذ ضدها إجراءات ولكن لا عجب مدام هذه السوق السوداء وسوق موازية تحت رعاية وحماية من طرف مسؤولين في الدولة لا عجب أن أحمد أويحيا يروح يبيع الأموال ويبيع الذهب وسبائك الذهب في السوق السوداء إذن أنا أقول بأشيء مهم أن أحمد أويحيا أراد من هذه الخطوة فتح قضية جديدة تتعلق بالهدايا وهو يريد في هذه الحالة إذا أن السلطة السلطة القضائية من المفروض أن مثل هذه التصريحات تؤدي إلى فتح قضية جديدة لأنه كان يسأله على أموال قاوهم في البنك قال لهم أراني جبتهم كما هكذا ما كانش يتابع بالمتاجرة في سوق السوداء من المفروض يحدث تحقيق وتفتح قضية ثانية لأنه كشف عن جرم آخر إذن أحمد أويحيا ليس غبيا اللي يعرفه مليح يدرك تماما أنه يحسب وش يقول ولا يتكلم من فراغ ولا يتكلم إلا إذا ضبط أموره مع دوائر في السلطة ودوائر نافذة لذلك أراد بهذه الطريقة جلب القضاء ليفتح قضية إذا كان لجأ القضاء وفتح قضية أحمد أويحيا هنا سيفجر الكثير من الملفات وستفتح أبواب الجاحيم على كثير من المسؤولين فيما يخص الهدايا التي يتلقونها وذهبت إلى ممتلكاتهم الخاصة من المفروض أنها تصير ممتلكات الدولة وتوضع في مأمتحف أو إذا كانوا وزراء توضع في الوزرات متاعهم وإذا كانوا في الحكومة توضع في الحكومة وكذا وكذا لا تذهب إلى جيوبهم الخاصة ولا تباع في السوق السوداء إذن إخواني الكرام أن أحمد أويحيا أراد فتح قضية إذا كان القضاء فتح هذه القضية سيفتح أبواب الجحيم وإذا غضت طرف عنها القضاء وخلاها داخل في إطار القضية التي يعالج فيها في هذا الجانب أعتقد بأن أويحيا سيزيد يفجر ملف آخر سيفجر ملف آخر ويتعلق دائما بالعلاقات الخارجية ويحيا درسها جيدا هدايا من أطراف من أمراء في الخليج البعض يكتب عندما نقول يقولك لا رهم أمراء وليسوا مسؤولين يا جماعة الأمراء رهم مسؤولين أعطوني أمير في دولة مش مسؤول ولو في دائرة معينة لا يوجد أمير غير مسؤول إذا كان هؤلاء الأمراء أعطوه أموال تفجير هذا الملف في هذا الظرف معناها أنه سيستهدف علاقات خارجية وربما سيفجر ملفات أخرى تتعلق بالعلاقات مع فرنسا ومع دول أوروبية وكذا 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 أويحيا شعر بأنه غرق وأنه تم إغراقه وأنه هناك من بلغ درجة كبيرة في الفساد ولم يتعرض لما يتعرض له شعر أويحيا أنه تعرض لتصفية حسابات فقط ضده وضد بعض الأطراف ليس في إطار مكافحة الفساد بل في إطار تصفية الحسابات بين العصب النافذة داخل النظام أويحيا هكذا ينظر إلى ما يحدث لذلك وصل إلى القناعة بأنه يجب أن يتخذ خطوات إما أن نغرق جميعا أو أن نقفز إلى الظفة الأخرى من النهر جميعا وهذا الذي يريده الآن مع عودة العصابة وعودة خالد نزار خالد نزار الذي عنده ملفات فساد وفيما ابنه وكذا وكذا ويعود في طائرة رئاسية وتوفيق الذي لو فتحت ملفات حقيقية تجاه الجرائم التي تورط فيها الجهاز وتورط فيها خاصة فيما يخص غض الطرف عن ملفات الفساد التي أخفاها الدياراث وأيحيا عندما كان يتصرف يدرك يقينا أن الدياراث كانوا على باله وكانت عنده علاقة مع توفيق وكذا وكذا البعض يقول لي توفيق خرج تقاعد وما حدث ما بعد توفيق هناك ملفات أخرى حدثت ما قبل ما قبل هذه الفطرة ويحيا عنده زمان هو يسافر ويتلقى في الهدايا أين كل الهدايا التي تلقاها ويحيا منذ منذ خمسة تسعين والظهور في المشهد السياسي الرسمي الجزائي القضية لا تتعلق بسبائك الذهب فقط تتعلق بأشياء أخرى ثمينة ربما عقارات ربما أموال في الهدى تودع في حساباتهم أنا أتكلم من باب تحليل وإحتمالات ليست لدي معلومات فيما يخص ذلك ولكن وأنا أزم يقينا أن القضاء لو يفتح قضايا الهدايا التي تلقاها أركان النظام الجزائري ستكون هناك الكثير من المفتاح أموال طائلة سبائك ذهب وأموال تحول وحتى محو الديون ومسح الديون الدول الإفريقية وراها قضايا فساد هناك صفقات مع دول أنا أقول هالكم الفساد الذي في ضرب الجزائر لا يمكن وصوله لذلك أيحيا يعلم علم يقينا أن أغلب أركان النظام الجزائري عندهم قضايا فساد ترى سيسأل نفسه لماذا أدفع أنا الثمن وحدي لماذا أهان بهذه الطريقة فقط ولست المفسد الوحيد لا أنا ولا سلال ولا غير بل كلهم غرقوا في الفساد لذلك أراد بتفجير هذا الملف ولديه ملفات أخرى أويحيا أرسل رسالة إلى جهات في السلطة قالهم إذا بقيتم تتخلون عني وتغرقونني في هذه القضايا سأفجر عليكم ملفات كثيرة ولا أستبعد إذا واصل ويحيا هذه الطريقة أنه تنتهي حياته في ظروف غامضة في السجن سواء يشيعون بأنه انتحر أو أنه أصيب بكوفيد وتوفي وشيء من هذا القبيل خاصة أنه بدأ التمهيد من قبل إلى أنه مريض أو ربما إخراجه تحت الطاول إخراجه ولا حد يعلم خلاص يصدر عليه أحكام أو يصدر عليه أحكام مشددة أو ربما نصل إلى درجة العفو ولكن الشيء الثابت كل الاحتمالات واردة ولكن الشيء الثابت أنه يحيى الآن انتقل من مرحلة الصمت ومرحلة مواجهة قضاياه بطريقة قانونية إلى مرحلة الضغط على السلطة حتى لا تواصل تصفية حساباتها والانتقام منه لأنه يشوف نفسه يدفع ثمن ما يجب أن يدفع ثمنه وحده هذه هي الإشكالية القائمة المعلومات أيضا التي توفرت لدينا تقول بأنه بعد هذه التصريحات هناك هزة كبيرة في أركان النظام ولقاءات متعددة في كلاب ديبان وفي بعض الدوائر الكل متخوف خاصة الناس الذين لم تطالهم أي تهمة تعلق بالفساد لأن قنبلة الهدايا هي قنبلة لا تستثني أحد لأنه الجميع طلق هدايا ورؤوا كل واحد الله أعلم في مصير الهدايا اللي قدمه ونحن نعرف بأنه الجزائريين عندما المسؤول الجزائري عندما يطلق هدايا الدهم هو وأنا نشفنا حتى هدايا طلقاها خالد نزار ما زالت موجودة في بيته طلقاها في إطار منصبه كوزير للدفاع ورهي في بيته ومبينها اللي تشوفوا فيها في الصورة هذه الأوسمة مثلا وهذه اللوحة أيضا التي طلقاها ربما تلقاها لاحقا إذن المشكلة أنه الآن يحيى انتقل إلى مرحلة الضغط ورح ما زالت مرحلة أخرى أنا وبعد الطوفان وأجزم لكم أنه سيفجر ملفات كثيرة ربما في هذه الفطرة القادمة ستتفادى السلطة أثناء محاكمات إيحيى أنها تتفادى الإعلام يعود يدخل غير الناس يخدموا تحت الطلب ويكتبوا تحت الطلب ويضغط على محاميه حتى ما يزيد يخرج شيء لأنه ما رح يخرج أو يحيى رايح يكون كارثة أو بدها بملف الهدايا التي تنهب وتباع في السوق السوداء ويحيى ما نطق بهذا الكلام ليس غباءا كما يتوهم البعض وليس اندفاعا وليس توبة ولا أي شيء هو يعني قرصهم من وذنيهم ولا واحد خطر على ذهنه يوما هناك كل الاحتمالات ورد هناك من احتمال بأنه طلقها رشاوة أموال من رجال أعمال وهناك اللي قال بل عنده شركات وكذا وكذا ولكن ولا واحد تخيل لحظة أنه يحيى طلق هدايا أو رشا من جهات خارجية أو من جهات خارجية وباعها في السوق السوداء لم يخطر على ذهن أي واحد محلل حل القضية أو يحيى ويحيى خرج لهم من الزاوية التي لم يفكر فيها الجميع لأنها زاوية صادمة زاوية زعزعت كل المسؤولين في الدولة الجزائرية لأنه كلهم عندهم هدايا اللي ما بحث أراهم في دارهم زين بها الفيلانتاو لذلك إخواني الكرام أن ما قام به أو يحيى يدخل الآن في إطار رد فعل من جزء من العصابة دفعت ثمن في حين يوجد جزء آخر هناك من لم يدفع أي ثمن راح البيت وهناك من صار يتحكم في دوليب الدولة مجدداً وأراد أن يحافظ على نفسه بالانتقام من جهات أخرى كانت تتنافس وكانت تتصارع فيما بينها ويجب أن نؤكد على أمرهم أن هذا ليس صراع أجنحة كما يتوهم البعض جناح يريد أن يستولي جناح بل أنه هم جناح واحد ولكن عندما تحيس وتبيس يقع عندهم شعار تبكي أمه ما تبكيش يمه هذا هو منطقهم ومنطق النظام الجزائري أنه اللي يغرق يزيد ويغرقه كثيراً وحتى يتخلصوا منه هذا هو المنطق في الجيش في الأجهزة في الرئاسة في الحكومة الدولة الجزائرية النظام الجزائري لا يحترم رجاله يحترم فقط كي يكون واحد عنده ملفات شوفوا خالد نزار خالد نزار لأنه هددهم بملف التسعينات وتفجير قناة بالقضايا حقوق الإنسان في سويسرا وفي غيره جابوه في طائرة رئاسية معزز مكرم وصار راه يوشاور ويجبه مستشار لدى شنجريا هذا هو النظام الجزائري النظام الجزائري إذا مسكت عليهم يلف يظل يبعثولك في الأشخاص إذا كنت في الخارج ولا في الداخل ويحاولوا يحموك حتى تسكت عليهم ولكن عندما يكون ما عندك والو اتكلم اهدر صدع روصك والله ما يسمعوك لذلك شوفوا كيفاش مثلا المؤسسة العسكري والاستخبارات كيفاش يتعاملوا مع ضباط لما خرجوا للخارج وصاروا معارضين يحاولوا يحتووهم بطرق مختلفة وبين معارضين عاديين مدنيين يروحوا ويتكلموا في النظام والله ما هم سمعين به لأنهم فقط لا يريدون أن يتكلم شخص كان ابن المؤسسة ويعرف بعض الأسرار عن المؤسسة ويفهم عقلية المؤسسة لذلك ويحيا راه ابن النظام وتربى في النظام ويعرف عقلية النظام لذلك فجر هذا الملف حتى يحمي نفسه يحمي عائلته ويحمي الناس اللي معاه في القضايا وأيضا لا يكون هو وحده يدفع الثمن يجب أن يدفع الجميع أو يخرج من هذا الغرق بأي صيغة كانت سواء بالبراءة أو سواء بأحكام مخففة أو سواء بعفو شامل راه تفكر فيه السلطة بطرق ماكرة وخبيثة ستأتي الأيام وينجني الأمر هذا ما أردت قوله في هذه المداخلة أؤكد إخواني الكرام أن أحمد أويحيا في مرحلة ابتزاز السلطة والسلطة صارت تعيش على وقع انفجار داخلي ورعب وهزة كبيرة ضربت أركان النظام القائم ويخشون من ملفات أخرى لذلك أنا أرجح أن الملفات ستتوقف فيما يخص أويحيا ما دام وجه لهم قرصة أذن بعدما وجه لهم رسائل تحت الطاولة وبعدما ربما أو من غير المستبعد أن هناك أطراف من العصابة التي عادت بقوة هي التي أوحت له بهذه الفكرة حتى يجري استعمالها والضغط على أطراف أخرى تنتقم من أحمد أويحيا الذي هو بلا شك فاسد ومفسد ومن كبار المجرمين الذين أجرموا بحق الجزائر وأجرموا بحق الجزائريين وأجرموا بحق الاقتصاد وأجرموا بحق المال العام وأجرموا بحق السياسة الدولية والسياسة الجزائرية وأجرموا بكل أنواع الإجرام الذي يمكن تخيله ولكن يبدو أن أصحاب يبدو يعودوا بقوة قالوا له أعطينا ورقة نستعملها للضغط على الذين يكرهون أحمد أويحيا ويريدون أن يستعملوه كحصان طروادة في الترويج لكذبة الجزائر الجديدة وهي مجرد جزائر قديمة تصفي عصب الحسابات فيما بينها من أجل الحفاظ على الريع ويبقى دائما نظامهم الفاسد يعيش في الربيع بدل أنه في خريف وشتاء وأعصير تهزه في ذل غضب شعبي عارب وبعد حراك شعبي تاريخي للأسف الشديد وجدت السلطة أزلام داخله واستعملتها بينهم من هم في مهمة حقيقية من أجل تفجير الحراك الشعبي من داخله وبينهم جهل لا يعرفون استراتيجية الثورات واستراتيجية التغيير فوقعوا في الفخ من حيث ظنوا أنهم صاروا قاب قوسين أو أدنى من سلطة سقط بعض رؤوسها ولكن ظهرت رؤوس أخرى لديها قوة ولديها نفوذ ولديها استراتيجية خبيثة تحتاج إلى استراتيجية مضادة حقيقية تدرك مكمن الداء ولديها أيضا الدواء شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا لكم شكرا